موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الاخبار من قناة السهيل السهلها بسم الله الرحمن الرحيم احيا عدد من الناشطين في العاصمة صنعى جمعة المطالبة بخروج المسلحين من حديقة 21 مارس الذين اطلقوا عليها حديقة 11 من فبراير الناشطون اجددوا دعوتهم للدولة بالقيام بواجبها الدستوري والقانوني في حفظ امن واستقرار البلاد محذرين من استمرار احتلال مؤسسات الدولة من قبل ما يسمى باللجان الشعبية التابعة لجماعة الحثي وطالب الناشطون جماعة الحثي بالالتزام بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الذين ينصان على تسليم الاسلحة الثقيلة للدولة والانسحاب الكامل من المدن وكذا تسليم حديقة 21 مارس التي اصبحت مقرا عسكريا لجماعة الحثي حد قول الناشطين وحمل الناشطون جماعة الحثي كافة المسؤولية لما قد تتعرض له البلاد من انهيال اقتصادي وامني بسبب قبضتهم الامنية والعسكرية على كافة مرافق الدولة وتأتي هذه الجمعة التي دعا اليها الناشطون فيما لا يزال مقر الفرقة الاولى مدرع في قبضة منسلح جماعة الحثي اذ سبق وان اعلنت الجماعة عن تسليمها للمقر لكنه حتى اللحظة لم تتم عملية التسليم لاسباب مجهولة من تهينا 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 من منذ الحادي عشر من فبراير 2011 وساحة الحرية بتاعز تحتضن الفعالية الثورية والمدنية اليوم احتشد الالاف في جمعة التلاحم المدني لاعلان رفض ابناء المحافظة لاي محاولات تهدف الى زرع الفرقة بين ابنائها وتأكيدا على ضرورة استعادة الدولة وبناء مشروعها المدني ساحة الحرية بتاعز بجمعة جديدة اطلق عليها منظموها جمعة التلاحم المدني جمعتنا اليوم جمعة التلاحم المدني الذي هو في الحقيقة واقعا ملموسا وانما مباركة لذلك التلاحم الذي شاهدناه ورأيناه في لقاء المركز الثقافي والذي لمسناه في خطاب محافظ المحافظة ليؤكد الجميع اننا في اطار توحد وتلاحم مدني رافضين للعنف وللميليشيات قمة المدنية والرقي والتلاحم بين القيادة والافراد والامة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر سيرته بمولده الذي يحل علينا هذه الايام يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا مكة التي اخرج منها لكنه متواضعا خافضا جبهته الى الارض معتليا بقيمه واخلاقه عليه الصلاة والسلام قد يظن ضانا حينما دخل النبي الى مكة بانه سيأمر بتفجير بيوت اهل مكة وقادتها وبتدمير بيوتهم وبسفك دمائهم لكن ما الذي صنعه الحبيب محمد قال ما تظنون اني صانع بكم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم قالها للدنيا وليسمعها القاصي والداني ليسمعها كل من يحتفل بمولد النبي قال اذهبوا فانتم الطلقاء التلاحم المدني بين كل فئات المجتمع كفير بان يجنب البلاد الكثير من المشاكل والاحتراب ويضمن الامن والاستقرار ويساعد على البناء والازدهار محمد يوسف لقناة سهيل تاز اقيمت في ساحة التغيير بمحافظة الحديدة جمعة انقذوا ما تبقى من الدولة المشاركون اكدوا على مواصلة فعالياتهم السلمية المدنية للمطالبة برحيل الفاسدين من تهامه وبسط سلطة الدولة والسعادة مؤسساتها وعبر ابناء محافظة الحديدة عن استغرابهم من استجابة رئيس الجمهورية لضغوطات الحثيين وتغيير المحافظ الوجيه مؤكدين انهم سيواصلون نضالهم لتحرير محافظتهم من غطرصة المسلحين مهما كان الثمن ادى العشرات من العاملين في القنوات الفضائية الرسمية صلاة جمعة الاصرار امام بوابة الفضائية اليمنية الموظفون يطالبون منذ السابع بسرعة تثبيتهم وانزال درجاتهم الوظيفية مؤكدين انهم احد اركان العمل بالفضائيات الرسمية ويتحملون متاعب كبيرة في اداء مهامهم خطيب الجمعة طالب وزيرة الاعلام نادي السقاف بالاهتمام بقضيتهم التي وصفها بالعادلة ومتابعة اعتماد وظائفهم لدى الجهات المختصة بمناسبة الذكرى التاسعة والاربعي لتأسيس التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عقد بتاعز اللقاء الموسع لاعضاء وكوادر التنظيم بالمحافظة حضر الفعالية الامين العام للتنظيم الوحدوي الناصري عبدالله نعمان القدسي الذي دعا الى مزيد من التلاحم بين القوى السياسية والمجتمعية لتجنيب البلاد المزيدة من التدهور والانفلات الامني وطالب نعمان بضرورة تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كونها المخرج والضامن الوحيد لانشاء دولة مدنية حديثة مراكز القوى التي ليست لها مصلحة في بناء الدولة اليمنية الديمقراطية الاتحادية التي تريد أن تظل مسيطرة وحاكمة لهذا البلد إلى الأبد أو تعتقدها كذا ورأت أو حلمت بأنها ستورِّث الحكم في هذا البلد لأبنائها جيلاً بعد جيل سعت منها ما كان موجود داخل مؤتمر الحوار وكان مضطراً لإعلان الموافقة على مخرجات المؤتمر كي لا يجد نفسه وجهًا لوجه أمام جماهير الشعب اليمني ومن تلك القوى من كانت خارج المؤتمر ذهبت لتضع العوائق والعراقيل أمام مخرجات المؤتمر العوار الوطني وأمام بناء الدولة ففقّرت الحرب في دماج وأستمرت جذوة الحرب تشتعل وتسير من دماج حتى سقوط صنعاء ثم التمدد في المدن الأخرى أدانت نقابة الصحفيين اليمنين ما تعرض له الزميل بكر الضبياني عضو اللجنة النقابية في إذاعة صنعاء من مضايقة وتهديدات من قبل الحثيين إذا لم يمتنع عن العمل ودعت نقابة الصحفيين لتمكين الزميل والنقابي بكر الضبياني من ممارسة عمله بصورة طبيعية وفتح تحقيق فيما تعرض له من تهديد دفعه إلى ترك عمله وقالت النقابة في بلاغ صحفي إن تعرض الصحفيين المحسوبين على طرف معين للملاحقة والتهديد وإجبارهم على ترك أعمالهم توجه مدان يتكئ على تصرفات انتقامية سيكون لها تداعيات خطيرة في المستقبل ومن الضروري إيقاف مثل هذه التصرفات وتعامل بروح المسؤولية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بممارسة هذا السلوك لوضع حد لها نفذ ناشطون وإعلاميون بمحافظة عدن وقفة احتجاجية بمدينة كريتر أمام معبد جين الهندسي احتجاجا على الحكم القضائي الصادر من سناف محكمة صيرة القاضي بهدم المعبد لصالح مستثمر وكانت السفرة الهندية في اليمن وثلاث عشرة منظمة مدنية بمحافظة عدن اعتربت على هدم المعبد الذي بني قبل 150 سنة ودع ناشطون السلطة المحلية والسلطة المركزية للتدخل الفوري والاطلاع بدورهما وحماية معالم عدن الاثرية والحضارية والحفاظ على ارثها الثقافي والحضارية لفظم طلاب وطالبات المعهد التقني والصحي بمحافظة المهرة وقفة احتجاجية امام مبنى المجمع الحكومي بالمحافظة رفضا لقرار وزارة التعليم العالي القاضي بإيقاف نظام التجسير معتبرين القرار يعيق مواصلة الدراسة الجامعية لخرجي المعهد وتحدث الى الطلاب وكيل المحافظة لشؤون الساحل محمد صداعي علي واكد ان السلطة ان السلطة بالمحافظة ستنقل همومة ومطالب الطلاب والطالبات الى وزارة التعليم العالي وان السلطة المحلية تقف الى جانبهم وفي رسالته من الموجهة للمحافظة الجديد محمد علي الذي ادى اليمين اليوم يطالبونه بالنظر في قضايا ومطالب الطلاب واولها الغاء قرار وزارة التعليم العالي باعتماد المواد الثلاث والسماح بالمقصة لاتاحة الفلصة للراغبين في الحصول على البكاليوس وزيادة عدد الخانات الوظيفية لحملة الدبلوم التقني والسماح بتطبيق العملية في المنشآت الخاصة والحكومية وتوفير تخصصات اخرى في المعهد التقني والصحية بالمحافظة ترجنا اليوم لدينا ثلاث مطالب رئيسية المطلب الاول للغاء هذا القانون او القرار الظالم بحق كل الخرجية وكل متسبيل المعاهد الذي يمنعهم من مواصل التعليمهم المطلب الثاني مطلبنا توضيف لكل خرجية المعاهد التقنية يعني لا توضيف ولا مواصل التعليم هذا يعني ظلم لاحد لا يرضاه لها شرع ولا كل عدد انه يعني يلقون لنا المواد كاملة ويعتمدون لنا ثلاث مواد فقط هذا بمثابة الظلم في حق الطالب اين التقدير الاجتماعي من قبل الدولة هذا صراحة كالحرص في الماء وهل يجوز الحرص في الماء لهذا وقفتكم الاحتقاقية سننقلها الى الوزارة المختصة اللي هي وزارة التعليم العالي وسنشرح نحن في رسالتنا لكم اللي اذا كان عندكم انتوا رسالة او بيان او شي سنرفعها الى الوزارة لان القرار مش بيدنا نحن مش بيد السلطة المحلية في المحافظة قرار بيد وزارة التعليم العالي في المركز اختتمت بالعاصمة الصنعاء دورة تدريبية لاكثر من ثلاثين اعلاميا وحقوقيا حول استراتيجيات الضغط والمناصرة في مجال منهضة التعذيب وتأتي الدورة في اطار مشروع حقوقي لتحسين البيئة القانونية لمناهضة التعذيب في اليمن حضر حفل الاختتام وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي لظمت حملة اب مدينة التعايش ورشة عمل حول التعايش والسلام بين ابناء المدينة وفي الورشة ناقش المشاركون الجذور التاريخية للتعايش في مدينة اب وقدرة ابنائها عبر التاريخ على تجنب بلدتهم الصراعات والحروب كما قام المشاركون في الحملة باطلاق بالونات في منطقة جبل ربي مكتوب عليها حملة اب مدينة التعايش طبعا بدأنا انطلاق لحملة التعايش من هذه المنطقة باطلاق البالونات وتهدف هذه الحملة لنبذل عنف والتعايش بين ابناء الوطن بجميع مختلفاته ونزعل التطرف العنصري والطائفية وتعايش بالنواما والستقرار وعلى محلية في المستقبل اقيم في محافظة الحديدة امس عرض مسرحي بعنوان السفينة لفرقة النوادر الفنية واقيم العرض على مسرح المركز الثقافي بالمحافظة بمشاركة ابرز نجوم المسرح بالحديدة وتناقش المسرحية الوضع في اليمن وصراع قوى الشر ومحاولات اغراق السفينة الوطن بكل من فيها في محيط العنف والارهاب أشهد وكيل محافظة عدن نيف البكر بأدوار جامعة العلوم والتكنولوجيا في تخريج الكوادر الكفأة والمؤهلة في شتى المجالات جاء ذلك في حفل تخرج الدفعة التاسعة من الجامعة والبارغ قوامها قرابة ثلاثمائة طالب وطالبة ادخال الطاقة الشمسية بات أمرا ضروريا بالنسبة لابناء الكثير من المناطق الريفية بسبب عدم وصول الكهرباء العمومية إليها في منطقة السادة بمديرية حيران محافظة حجة افتتحت أول بئر لمياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية نتابع المزيد ما عيزت عن توفيره الدولة أسهمت في إيجاده الطبيعة وعطاء المحسنين خلاصة مشهد اجتماعي إنساني خيري نالت شرف استحقاقه قرية السادة إحدى قرى مديرية حيران في محافظة حجة حيث التربة البكر والمواطن المحروم مشهد حيوي تم فيه افتتاح مشروع المياه بالطاقة الشمسية وفق معدات حديثة وعبر شركات دولية متخصصة الواحي الشمسية طبعا هي نعمة من رب العالمين إنها عن طريق الشمس تم توليد الطاقة الكهربائية بيحولها من أشعة الشمسية بتتولد من الواحي الشمسية بتتحول إلى طاقة متجددة أكثر من ثلاثين معاد من المزارع ومئات الأسر الفقيرة في هذه القرية هي من تنعم بهذا الخير الوافري من الماء الخارج من باطن العرض عبر سواق ممتدة للمزارع وشبكات مرتبطة بمنازل المواطنين صدر قرار جمهوري في رمضان استبشرنا في خير أن يعفى أن تعفى الطاقة البديلة من الرسوم الجمهورية ولكن للأسف إلى الآن لم يطبق لكن المهتمين بتنفيذ المشروع قالوا بأن على الدولة أن تسهم في إزاحة العوائق التي تؤثر سلبا في نجاح مثلها كذا مشاريع لتسهم في استثمار الطبيعة فيما يعود عليهم بالمنفعة يقول المتابعون لهذا المشروع أن تكلفته تصل إلى 30 ألف دولار وأنهم بحاجة إلى استكمال بعض المرافق الهامة فيه حتى يؤدي دوره على أكمل وجه حقيقة بعد ما خرج الماء نحن الآن بحاجة إلى توفر خزان حتى يتوفر الماء للقرية على مدر 24 ساعة فالمضخة الآن تشتغل في النهار لأنها على الطاقة شمسية فنحن بحاجة إلى خزان يحوي الماء وفي منطقة هناك محددة إن شاء الله نسوق برضو للخزان كمرحلة قادمة الماء موجود عندنا الآن شبكة لكنها شبكة متهالكة فنحتاج إلى شبكة ونحتاج إن شاء الله إلى خزان ماء ولعل الله يسر ويتوفر هذا ومع كل أشعة شمس ملتهبة وضخة ماء هادر ترتسم في شفاه هؤلاء المحرومين ابتسامة أمل أنقذتهم من شبح أزمة المشتقات النفطية وغلائها المرهق وعناء دور الصيانة وتوفير الإمكانات والمعدات التقليدية لتتصدر أشعة الشمس وضوءها اهتمام المواطنين ويبعث خرير الماء الهادر في نفوسهم الحياة الآمنة والمشتقرة عبدالحميد الأشوال لقناة السهيل الفضائية من مديرية حيران محافظة حجة في ختم النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها ناشطون يحيون جمعة للمطالبة بخروج المسلحين من حديقة 21 مارس جمعة للتلاحم المدني في تعز وأخرى لإنقاذ ما تبقى من الدولة في الحديدة نهاية النشرة شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة